موسيقى عزيزي المشاهد اذا وصلت الى هنا فانت تريد ازالة جير الاسنان في المنزل بدون طبيب وتبحث عن طرق طبيعية لازالة هذا الجير المزعج وما هي اسرع وصفة لازالة الجير والتكلسات التي تعتبر من اسوأ المشكلات الصحية التي تعاني منها فما هي افضل وصفة على الاطلاق للتخلص من الجير وتكلس الاسنان وهل المضمضة بالزيت تعالج تسوس الاسنان وانحصار اللثة وما هو اقوى واسرع مادة طبيعية يمكن ان تحقق هذا الهدف لا ننصحك بالبحث عن وصفة طبيعية وتطبيقها لان هذا لن يأتي بالنتائج المرجوة يجب علينا ان نتشافى بوعي وان يكون هذا مبدأ من مبادئ الحياة اننا عندما نتشافى من مشكلة صحية فيجب ان يتم هذا بوعي واول مدارك هذا الوعي هو التعرف على الاسباب التي ادت الى تكون هذا الجير المزعج الذي يلحق الضرر باللثة والاسنان وعصب الاسنان ويجلب لك الكثير من الالام ورائحة الفم الكريهة ماذا يمكنك ان تفعل في مواجهة هذه المشكلة الصحية الصعبة دعونا نخبركم في البداية وقبل الوصفات ان جير الاسنان يمهد الطريق للتسوس والتهابات اللثة ويجب عليك ان تعرف ايضا ان ظهور الدم اثناء تنظيف الاسنان اولى اشارات التهاب اللثة ويجب عليك ان تعرف ايضا ان معاجين الاسنان التجارية عبارة عن وهم كبير يوقعك في العديد من المشكلات الصحية وانت لا تدري ويجب عليك ان تعرف ان هناك بعض الاطعمة والمواد الطبيعية فعالة اكثر مليون مرة في المحافظة على صحة الفم والمحافظة على الاسنان واللثة واللسان ويجب ان تتعلم هذه الطرق الطبيعية وهل تعلم عزيز المشاهد ان صحة المرء في سلامة اسنانه فالسن يتكون من التاج فوق اللثة والجذر تحتها يجب تنظيف الاسنان بعد كل وجبة واستعمال الخيط السني لتنظيف ما بين الاسنان وزيارة طبيب الاسنان بشكل دوري ويجب ان تعرف ان الاحماض البكتيرية تؤدي الى حدوث فجوات وحفر في السن واهمال العناية بالاسنان يقود الى التسوس وتراكم التكلسات والجير على الاسنان وقد ينتهي الامر بخلع السن التكلسات على الاسنان مشكلة مزعجة تؤدي الى رائحة الفم الكريهة وسنتحدث الان عن مصار جديد من مصارات التخلص من الرواسب المتراكمة على الاسنان تسمى هذه الرواسب التكلسات وتحتوي على بكتيريا وثم تقشر صغيرة حول هذه الميكروبات توجد بكتيريا قد تؤدي الى ضرر الاسنان واللثة والفم يمكنك ان تستخدم ثلاثة عناصر مختلفة اولا زيت شجرة الشاي اربع قطرات مخلوطة بماء مقطر زيت شجرة الشاي يحتوي على مضاد للميكروبات وبه بعض المواد النباتية الكيميائية التي تدمر بعض الكائنات الدقيقة يعمل كلاهما على الرواسب وهذا سيدمر ذلك الغشاء حيث ستبدأ الرواسب بالانحلال شيئا فشيئا ولكن ينبغي المحافظة على نظافة الاسنان ضمن روتين الحياة ثانيا زيت جوز الهند انه من اهم الزيوت التي يمكن ان نسخرها للتخلص من الجير ورواسب الاسنان فزيت جوز الهند يعمل كمضاد للبكتيريا والميكروبات وله دور فعال في منح الحيوية لللثة استخدم ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند واربع قطرات من زيت شجرة الشاي اخلط هذين المكونين بالماء واستخدم هذا لبضعة ايام وتبقي الخليط في فمك لمدة ثلاثة الى خمسة دقائق ان استطعت وتجري مضمضة قوية افعل ذلك يوميا وستذوب الرواسب ببطء صود الخبز تعتبر بيكربونات الصود الممزوجة بالملح فعالة للغاية لتعزيز نظافة اسنانك والحفاظ على بياضها ويوصى بتخفيف هذا الخليط مع القليل من الماء لانه يمكن ان يهيج اللثة وعند استخدام هذه الطريقة لازالة الجير من الاسنان يجب توخي الحذر وللأسف الشديد مرض التهاب اللثة وتراكم الجير يحدث حمرار ونزيف وتورم في اللثة ولا يكون عادة مصحوبا بألم في المراحل الاولى ومع تطوره قد يؤثر على العظم الداعم للسن مما يؤدي الى تأكلها وينتهي بحدوث حركة في السن وخلعها تتصف اللثة السليمة بانها مجدودة وزهرية اللون وشاحبة اما عند التهابها فانها تصبح منتفخة حمراء داكنة اللون وتنزف بسهولة وتكمن اشكالية المرض في انه عادة في بداياتها لا يكون مصحوبا بألم اما الاعراض الاخرى فقد يهملها الشخص خاصة اذا لم يكن يعتني اصلا بصحة فمه واسنانه مما يرشح المرض للتطور والامتداد الى العظم الداعم للاسنان تلعب قلة العناية بالفم والاسنان واهماله تنظيفها بالخيط السني دورا اساسيا في نشوء التهاب اللثة وتراكم الجير اذ يؤدي عادة متفريش الاسنان الى بقاء بقايا الطعام في الفم هذا يعطي عزيز المشاهد البكتيريا الموجودة على الاسنان الغذاء اللازم فتتغذى عليه منتجة الاحماض تكون الاحماض والسكريات بقايا الطعام والبكتيريا واللعاب طبقات تسمى اللويحة الجرثومية البلاك على الاسنان اذا لم تزل هذه الطبقة بالتفريش خلال 48 ساعة تبدأ في التكلس والتصلب وهنا تظهر مشكلة الجير وهو طبقة صلبة لا يمكن ازالتها بالفرشاة بل يجب تنظيفها لدى طبيب الاسنان خاصة عند تكلسها نتيجة اهمال النظافة بالاسنان لفترة طويلة هل تعلم ما الذي يحدث في جسمك وفي فمك عند بقاء هذه اللويحات الجرثومية والجير يؤدي بقاء اللويحة الجرثومية والجير على الاسنان واللثة الى خدش النسيج اللثوي مما يؤدي الى التهابه الذي يبدأ بسيطا وفي النسيج الرخو لللثة فقط ثم يمتد الى النسيج الصلب الذي يبدأ في التآكل والذوبان مما يقود الى تراجع دعامة السن العظمية فتبدأ الاسنان بالحركة ثم تسقط وقد يترافق التهاب اللثة ايضا مع حساسية في الجذور لانكشافها كما قد يتكون قيح وتحدث الام حادة وتبدأ تعاني من انتفاخ اللثة وتغير لون اللثة من الزهر الى الاحمر الداكن وتفقد اللثة قوامها المجدود وتصبح لينة وتصبح اللثة سهلة النزف وعادة ما يلاحظ المريض الدم عند استيقاضه من النوم او اثناء تفريش اسنانه او استعمال الخيط الطبي مع تطور المرض قد يشعر المريض بألم ويؤدي ذلك الى تراجع اللثة اي انحصارها وانخفاضها مما يكشف جذر السن كما يؤدي الى رائحة الفم الكريهة لا تهمل هذا فالتهاب اللثة وتراكم الجير يؤدي في مراحله المتقدمة الى تراجع العظم المحيط بالاسنان وتأكله كما يؤدي الى تجمع الاكل بين الاسنان بسبب ذوبان العظم وانحصار اللثة ومن ثم حركة الاسنان وخلعها تشير الدراسات الى ان التهاب اللثة المتقدم يرتبط بزيادة معدل النوبات القلبية والجلطات وامراض الرئة لكن الالية ليست مفهومة تماما حاول ان تضيف الى روتين نظامك المضمضة بماء القرنفل او البابونج او اكليل الجبل وبعض النباتات الطبية التي يمكن ان تلعب دورا حيويا في المحافظة على صحة اسنانك نتمنى ان نالت هذه المعلومات اعجابكم شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الاصغاء وهذه تحيات محدثكم احمد وفريق عمل معرفة واكثر اشتركوا في القناة